سبب وفاة المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي توفي يوم الست 16 ستمبر 2023 المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي عن عمر ناهز 63 عاما وذلك في مستشفى النعمان في النجف الاشرف وبحسب بيان صادر عن مكتبه فقد توفي الشيخ الطائي بعد معاناة طويلة مع مرض عضال ولد الشيخ الطائي في مدينة النجف الاشرف عام 1960 ودرس العلوم الدينية في الحوزة العلمية في المدينة وتخرج منها بعد ان حصل على درجة الاجتهاد كان الشيخ الطائي احد مؤسسي التيار الصدري وكان احد ابرز المراجع الدينية الشيعية في العراق واشتهر الشيخ الطائي بمواقفه القوية ضد الاحتلال الامريكي للعراق وكان من ابرز دعاة مقاومة المحتل وكانت وفاته خسارة كبيرة للمجتمع العراقي وللمرجعية الدينية الشيعية بحسب بيان مكتب الشيخ الطائي فقد توفي بعد معاناة طويلة مع مرض عضال ولم يكشف البيان عن طبيعة المرض ولكن بعض المصادر ذكرت ان الشيخ الطائي كان يعاني من مرض السرطان وان حالته الصحية قد تدهورت في الايام الاخيرة قبل وفاته اثارت وفات الشيخ الطائي ردود فعل واسعة في العراق وخارجه حيث نعتته العديد من الشخصيات الدينية والسياسية وقدم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تعازيه الى عائلة الشيخ الطائي والى جميع العراقيين وقال في تغريدة على موقع تويتر نعزي الشعب العراقي في وفاة المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي داعيا من الله ان ايتغمده بواسع حمته ويلهم اهله وذويه ولا الصبر ولا السلوان كما نعته الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة وقالت في بيان نعزي الامة الاسلامية جمعاء في وفاة المرجع الديني الكبير الشيخ قاسم الطائي سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه الصبر ولا السلوان كانت وفاة الشيخ قاسم الطائي خسارة كبيرة للمجتمع العراقي وللمرجعية الدينية الشيعية كان الشيخ الطائي من ابرز المراجع الدينية الشيعية في العراق وكان له دور بارز في التصدي للاحتلال الامريكي للعراق وستقى سيرته ومواقفه محفورة في وجدان العراقيين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة